السيد المحترم مصطفى ابن قرية الباجور محافظة المنوفية عنده مشوار عنده فكرة عنده قرار انه ينجح انه يحقق الحلم بتاعه مصطفى بيدرس فين؟ بيدرس في كلية الطب جامعة بنها طب مصطفى بيشتغل ايه؟ بيشتغل راجل عامل توصيل طلبات دليفري حلو كده؟ طيب هو في اظن في سنة الرابعة مش كده يا جماعة هو في سنة رابعة طب اظن طب البنها اه في سنة رابعة طب البنها الا انه مصطفى ما سابش نفسه فريسة للظروف انها تلتهمه ما سابش نفسه فريسة للإحباط يلتهمه ما سابش نفسه لليأس خالص ما قاعدش يغني ظلموه ما قاعدش يبكي الليل نزل اشتغل ليه؟ علشان مصطفى مؤمن بلؤمة العيش مؤمن بالكفاح مؤمن بانه عنده قدرة بأمر ربنا سبحانه وتعالى انه يوازن ما بين الدراسة والشغل فيقدر يساعد أسرته ويقدر يجمع مبلغ مش بطال عشان يساعده في دراسته كان زمان بيشتغل في مصنع لتعبئة الزيوت بالمناسبة على كل اعرف حدوتة مصطفى وتابعها بكل أمل وكل فخر اسمي مصطفى عزة صبح عبد الحميد انا دلوقتي طالب في الفرق الرابعة كلية الطب البشري جامع ببانها طول المرحلة الابتدائية كنت بجيب درجات كويسة الحمد لله وكان دايما المدرسين يشجعوني والحمد لله بفضل الله طلعت من الأوائل حد ما جبت 99% والحمد لله ربنا اكرمني بكلية الطب البشري كان في وظائف كتير تانية أو شغلات تانية كتير اشتغلتها قبل الدليبري بس الدليبري دي هي اللي اخترتها خصوصا بسبب انها مش مرتبطة بعدد ساعات عمل معيادة يعني انا ممكن اروح في وقت ما انا مثلا عايز ارجع في الوقت اللي انا عايزه بحيث ان انا يعني لو عزت دي وقت لدراستي اعرف اعمل كده وفي نفس الوقت ما جيش عالشغل انا اسمي عزة صبح عبد الحميد والد دكتور مصطفى عزة احنا وقفين في داره وهو الحمد لله ابن حلال فهو دلوقتي واقف معانا وبيساعدنا وواقف في دارنا ويعني من غير ما اقول له والله قلت له حتى يا مصطفى انت تعبت في المذاكرة فما تشتغلش قال لي يا بابا ما ينفعش انا شايفك يوم فيش يغل ويوم ما فيش ويوم ما فيش قلت له يا ابني ملكش دعوة الارزاق بالله فقال لي لا انا هنزل ايه حتى اجيب مساريفي والله اقدر اساعد فيه في البيت اساعد فهو الحمد لله والشكر لله يعني ايه ده قرم من ربنا ان رزقني بعيال طيبين واحترامين وكل الناس بتحبهم اهلي كانوا في الاول ما كانوش عايزين اشتغل لانهم مش عايزين نتعب يعني عايزين يريحوني بس انا صممت على الشغل لان انا بحب اشتغل وبحب اعتمد على نفسي فهم شجعوني وبقوا يدعموني ويدعولي دايما واصحابي برضو في منهم اللي بيشجعني ويقول لي استمر وعندي حاجة جميلة وكمل وفي اللي يقول لي لا ازاي انت مش مكسوف من الشغلان دي وكده يعني والشغل مش عايب خالص وانا ما بسمعش كلام الاحباط يعني صعب اوازن شوية ما بين الشغل والدراسة بس انا بفضل ربنا يعني بعرفها بتنظيم الوقت بدي لكل حاجة وقتها فالحمد لله الشغل مش مؤثر على الدراسة خالص بالعكس ده هو بيشجعني على الدراسة دلوقتي لان انا يعني بدي كل حاجة وقتها حلمي ان شاء الله ان انا اتخرج اتخرج على خير واتجوز البنت اللي انا خطيبها واستقر وحلمي برضو يعني ابقى دكتور كويس ان شاء الله في المستقبل واتعلم كويس